ما هي أسباب التثدي عند الرجال؟ لكل شاب ورجل يسأل عن ما هي أسباب التثدي عند الرجال نقدم له الإجابة اليوم يعاني بعض الرجال من مشكلة التثدي المزعج والمحرج للعديد من الرجال حول العالم والتثدي هي حالة تلبية تشير إلى تضخم غير طبيعي لثدي الرجل وهي حالة شائعة تصيب العديد من الرجال من جميع الأعمار قد يعاني الشخص من التثدي خلال فترة البلوغ وذلك نتيجة الارتفاع مستويات هرمون الأستروجين خلال فترة المراقة ثم تختفي فجأة من تلقاء نفسها وبشكل عام فإن أنسجة تثدي ما هي أسباب التثدي عند الرجال؟ يحدث التثدي لدى الرجال أو ترهل الثدي عندهم بسبب نقص مستويات هرمون تيستوستيرون مقارنة بالأستروجين في الجسم ويمكن أن يحدث ذلك الانخفاض بسبب بعض الظروف التي تمنع تأثيرات هرمون تيستوستيرون تقلل من مستوياته أو تزيد من مستوى هرمون الأستروجين وهناك العديد من الأشياء التي تسبب هذا الخلل الهرموني في جسم الرجل أولا التغيرات الهرمونية الطبيعية يتحكم هرموني التيستوستيرون والأستروجين في الصفات الجنسية للرجال والنساء حيث يتحكم التيستوستيرون في صفات الضكور مثل الكتلة العضلية وشعر الجسم بينما يتحكم الأستروجين في الصفات الأنثوية منها نمو الثديين ويعتقد معظم الناس أن هرمون الأستروجين هو هرمون الأنثوي فقط ولكن جسم الرجل ينتج هذا الهرمون أيضا ولكن بكميات أقل من الموجودة في جسم المرأة وعندما تكون مستويات هرمون الأستروجين لدرجة مرتفعة أو غير متوازنة مع هرمون التيستوستيرون فإن هذا ما يسبب التثدي وتشير التقارير الطبية إلى أن أكثر من نسب المواليد من الأطفال الضكور يولدون بأداءة متضخمة وذلك بسبب تأثيرات الأستروجين من الأم وبشكل عام تختفي أنسجة الثدي المتورمة خلال ثلاث أسابيع بعد الولادة ثاني سبب لظهور التثدي عند الرجال هو الأدوية هناك العديد من الأدوية التي تسبب التثدي والتي تشمل ما يلي مدادات الأندروجين المستخدمة لعلاج تدخم البروستات وسرطان بروستات مثل الفلوتاميد وسبيرونولاكتون الأندروجينات والستيرويدات والتي يضيفها الأطباء لبعض الحالات أو التي تستخدم في كمال الأجسام وبناء العطلات الأدوية المضادة للاكتئاب مثل ديازيبام مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات أدوية علاج قرحة المعدة مثل سيميتيدين أدوية القلب مثل الديجوكسين والأدوية الحاصرة لقنوات الكالسيوم أدوية تفريغ المعدة مثل ميتوكلوبراميد أما السبب الرئيسي والأهم لظهور التثدي عند الرجال هو بعض الحالات المرادية يمكن أن تتسبب بعض الحالات المرادية في ظهور التثدي للرجال عن طريق التأثير على التوازن الطبيعي للهرمونات وتشمل قصور الغدد التناسلية الشيخوخة وظهور بعض الأورام إذلك إضافة إلى فرط نشاط الغدد الدرقية الفشل الكلوي تليف الكبد هو كذلك سوء التغذية حيث عندما لا تحصل على التغذية الكافية فإن مستويات هرمون تستوستيرون تنخفض بينما تظل مستويات هرمون أستروجين كما هي مما يتسبب في خلل هرموني في الجسم وبالتالي يؤدي إلى التثدي عوامل الخطر لظاهرة التثدي عند الرجال تتضمن عوامل الخطر التي يؤدي إلى التثدي عند الرجال كل من مرحلة مراهقة والبلوغ التقدم في العمر استخدام المنشطات أو الأندروجينات لتحسين الآداء العضلي والرياضي بعض الحالات المراضية مثل أمراض الكبد والكلا وأمراض الغدى الدرقية والأوراة من نشطة ما هو علاج التثدي عند الرجال؟ عادة ما يتم حل مشكلة التثدي عند الرجال دون أي علاج ولكن إذا كانت هناك حالة كامنة فقد تحتاج إلى علاج هذه الحالة للتخلص من التثدي إذا كانت الحالة ناتجة عن استخدام دواء معين فقد يحتاج المريض إلى استخدام دواء آخر مختلف وإذا كان استخدام هذا الدواء لفترة قصيرة فسوف تكون الحالة مؤقتة إذا لم يتم التخلص من التثدي في قضون عامين أو إذا كان يسبب له الشعور بالإحراج أو الألم فقد يلجأ البعض إلى جراحة صغيرة لتصغير الثدي أو العلاج الهرموني لمنع تأثير هرمون الاستروجين وفي الأخير التثدي هو أحد العالات المزعجة التي تؤدي إلى ظهور الثدي لدى الرجال بشكل أكبر من معتاد والذي ينتج في الأساس عن اختلال التوازن بين هرمونات الذكورة والأنثى وعادة ما تختفي هذه الحالة من تلقاء نفسها إلا في بعض الحالات التي قد يكون هناك سبب معين لحدوثها